هي الأسباب اللي أدت إلى هذا الوضع الكاريتي اللي رحى عيشته البلاد في الحقيقة هو كين هناك أشياء عديدة وهذه الأشياء تجمعت منها ما يتعلق بتربية وتربية فيه بعض الأشياء اللي هي التعلق بالمناهج وفيه أشياء اللي تعلق بالأشخاص يعني في التأطير وهذه ممكن هو أن ننجو لها في موضوع مستقل بالإضافة إلى الإعلام كين هناك ثراغ كين هناك غازو عن طريق هذه القنوات الفضائية لنشر الإنحلال الخلقي لتدمير الأسرة عن طريق مسلسلات مدبلجة عن طريق أغاني اللي هي تستثير العواطف بالإضافة إلى هناك الأنترنت الأنترنت الآن رحو صار بإمكان أي إنسان يلج للأنترنت من خلال هاتف النقال للأسف شديد لما يكون ما كانش هناك ثقافة ما كانش هناك وعي تولي الناس هي تولي تلجأ تروح الأمور هذيك انتعال الضحيك انتعال لعب انتعال له وبالإضافة إلى أنه هذي الناس اللي رح مدركوا ما متحكمين في هذه المواقع الأنترنت يعرفوه الناس يعرفوهم من خلال أرقام الإي بي من خلال أماكن اللي رح متواجدين فيها من خلال الأشياء اللي هم يتابعوها بمعنى أنه قال مثلا نظرك مثلا المحرك جوجل رحو هو كينين فيه مواقع مرتبطة به رحو ما يدفعوا فيه إشهر فيما بعد انتعال قال مثلا واحد هو يدخل للفيسبوك أو لليوتيوب أو الجوجل لما هو مثلا يكون يبحث على حاجة قال مثلا مقطع فيديو والذيك يصير هو يخرج لك في الشبيهات انتعه خاصة من هذا الناس اللي رهمهما مرتبطين به فتبقى انتعال من فيديو الفيديو من تسجيل تسجيل من حاجة الحاجة تلقى رحك راح وقتك كامل قراءة التفاهات في متابعة التفاهات بالإضافة إلى ذلك كين هناك هذه محركات البحث وهذه المواقع اللي رحو ذركية تشتغل على هذه المسائل عندهم هما علماء رهم هما يتابعوا في هذه الأمور قراءوا فيها من ناحية نفسية من ناحية علمية إذا كان في وقت من الأوقات كانوا هما ما يقدروش يروحوا يوصلوا للشعوب ربما كانوا هما يستعينوا بعملاء وبجواسيس وربما بجمعيات وكذا الآن عن طريق هذه المواقع مثل ما كنت نقول لكم أنا عن طريق أرقام الـ EP هما رهم يوصلوا يوصلوا لهذه الأشياء فيصيروا هما من خلال هذه أرقام الـ EP يعرفوا قال مثلا شعب الجزائري شعب المغربي شعب التونسي شعب المريطاني شعب الليبي شعب المصري شعب سعودي شعب الكويتي عن طريق هذه الأرقام الـ EP هما يقدروا يوجهوا بعض الأشياء ويغرسوها عن طريق صفحات قال هذه هي صفحة الجزائر في الفيسبوك عندهم هما باشدكوي قصب الجزائر من خلال أرقام الـ EP تاهم حدينا قال دير هذا الفيديو ديروا في صفحة الأولى باش الناس كم تشوف ومن بعد يصير فيه تشجيع هاو فلان هاذاك هاهو أو ضغط على الإعجاب هاو ذاك هاو بارتاج كذا هاو كذا اللي جل باش هما يزيدوا يروجوا لهذه كله والناس اللي رهم هما مثلا جربوا فقط الإشهار رهم يعرفوا هذه المسائل يعني أنا شخصين العبد الضعيف في وقت من الأوقات جربت هذا الإشهار هذا كمثال تدير انت مثلا سيكونتورو باش انت تدير ترويج للصفحة تخير انت يقوله الجمهور اللي انت رأيك انت أحب هذه الأشياء هي توصل له قال مثلا فرضا الجزائر تدير انت قال له عمر مثلا من 18 إلى 35 سنة كمثال و تدير انت عدد الأيام ايش حال تستهلك قال مثلا في النهار قال مثلا انت عشر أورو ديرو انت على خمسة أيام هو يستهدف لك هذا الجمهور من خلال أرقام الاب هما يعرفون و يصيروا هذوك يوجهوا فيهم هما للصفحة وتشوف انت كيف تنتعش هذه الصفحة من خلال هذك الإشهار يعني لما راني نقول لك في هذك الحواج ما ليش نقول لك فيها من رأسي من خلال متابعة والتجربة بمجرد هو انك انت تتوقف على عملية الإشهار تقول لي ما تخرج في الاباش هذيك داكيو اللي كنت نحكيلك عليها أنا يقول لي ويشوفوها غن ناس اللي رهم هما فعلا يتابعوا فيك ما توصلش لكل الناس بالتالي يذرك كاينين صفحات اللي هما لما ينشر حاجة خرجوها له في الاباش داكيو يدعموه احنا الشي اللي راني نقومو به هو تنوير الناس بالحقائق تنوير الناس بالوعي صحيح وما يقدر حتى واحد يستغلنا ننتقدو نظامنا ولكن عيننا مفتوحة على البلاد البلاد مستعدين باش نموتوا من أجلها النظام يروح إلى مزبلة التاريخ نقدر نقولوها احنا بالصح هذو كل العبيد ما يقدرش يقولوها لكن الجزائر فوق روسنا البارح واليوم وغدوة فهما كاينين ناس من البيادق هذوك من الناس من التافيهين هذوك اللي هما يستغلوهم يوظفوهم ويحركوهم ضد الجزائر يدعموهم اذن كاينة محركات البحث راهية تعمل في هذا العمل كاينة منظمات صهيونية تعمل ليل نهار من أجل ضرب الأسرة الجزائرية ضرب القيم اللي راهية منشورة في المجتمع وما تروجش انتال هذه الأشياء اللي هي تدعو الكفاف تدعو للطهارة تدعو للأخلاق تدعو للعفة بالعكس هما يروجوا للفساد يروجوا للصور المنحطة يروجوا للرقص يروجوا للغناء الماجن يروجوا لها هذه الأشياء كل أشياء هي اللي تخاطب هذا العقل واللي هي تدعو المواطن هذاك عجل بش يفطن بش يفيق لا هذا هو رحوا شوفو شوفوا في هذه المواقع في اليوتيوب في الفيسبوك شوفوا شوفوا بعينكم روحوا شكون هما اللي راهم ذركا معروفين في الجزائق يال ترى هما فئة العلماء فئة المفكرين فئة الأساتذة فئة المربين فئة الدعاة شوفوهم شوفوا الصفحات الأولى شكون هما هما نتوع البارات نتوع الحانات هما نتوع اللي راهم ينشروا في الفساد الأخلاقي بشتة أنواعه هما اللي راهم ينشروا في الإشاعة هما اللي راهم يضربوا في قيم المجتمع ويدعموا فيهم بل حتى هذه القنوات صارت لما تشوفها مرات رنا تكلمنا عليها البارات وتكلمنا عليها في وقت سابق يولي يشوفوا في هذا الناس كأنهم عندهم تأذير سحري على المواطنين يولي هما زعمة شغول عن طريقهم باش يستهدفوا هذك البابليك اللي راهم هما يتبعوا فيه باش هما زعمة شغولية يجبوهم لما انت يجيبوا واحد القاناة فضائية دون هو انه انظروا نسميه في الأسماء والله في اعتقادهم هو انه راهم راحين يجيبوا البابليك تاعوا معاه ومن بعدهما عن طريق القاناة هذي قال يولي هما يغرسوا فيه هذك الأفكار لكن هما هذ الناس يروحوا يتبعوا الشخص هذا قال اللي را تتعرضوا هذيك القاناة لكن بمجرد هو انه ينتهي البرنامج فالناس هتخدم تخدم من اجل باش تضرب الاسرة ومن اجل باش تضرب المجتمع لانه انت المجتمع هذا منين نركب من نركب تركب من الاسرة والاسرة منين ما تركبها من الفرد عندك في الفيسبوك والله في اليوتيوب وقولوا مثلا المجتمع الجزائري فيه 40 مليون ونقولوا عندك انت 10 ملايين عندك انت 10 ملايين في الفيسبوك والله في اليوتيوب لما يضرب لك هو ما نقولوش عشر ملايين ما نقولوش عشر ملايين نقولو النص يا سيد نكونوا برك موضوعيين يستهدف لك هو النص ومن النص هذك نزيدو نقسموه الى زوج قالهما مثلا من النص هذك EVZ وهما زوج منين ونص زوج منين ونصر هو عدد كبير حتى مئة الف يعني نتكلم بدون مبالغة حتى مئة الف لما يستهدف لك انت مئة الف ويصير هو يوظف لك في هذيك المئة الف عن طريق نشر رداء وتولي هذيك المئة الف هذيك كما حبت الطومات الخامجة هذيك لتفزد الصندوق وما كانش مقاومة لانه ذو كنت هاي الناس رح ما عايشين في أمريكا وعايشين في أستراليا وعايشين في أوروبا وعايشين في الخليج والله الناس اللي رح مدركوا ما عندهم المناعة ايه تحطوا وانتحطوا ما تأثرش فيه ها ما تأثرش فيه لانه عنده مبدأ يمشي عليه ما تأثرش فيه هذيك الرداء ولا هذيك تفا ربما يغلط ربما يخطئ ربما يسهى ولكن يعود ثم ثم يعود يرجع ربما يغيس هكذاك ست شهر عام والله لكن أصله هذيك يبقى يحكم فيه